السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت لكم مرشحات لمادة تلفزياء للصف الثالث متوسط كتبت مرشحات فياني الكتاب كله شارحته فصل فصل موجودة بقوائم التشغيل وشارح المسائل نهاية يعني كل فصل الأسئلة وشارح المسائل وسويت محاضرتين المرشحات هذه المحاضرة الأولى وان شاء الله المحاضرة الثانية سويها وخذت أهم المرشحات للمسائل يعني خذت فيديو أهم مرشحات مات المسائل للكتاب كله فاني بدنا أقول يعني مرشحات يعني مو يعني أترك الكتاب كله لا أحفظ الكتاب وأحفظ الأسئلة وبعدين أركز على ذن المرشحات يعني كل شوية جاينا تعليق يقول لي سيت احنا نعوف الكتاب ونركز على المرشحات يعني راح أقرأ بس المرشحات وأروح للمتحان ما كنت حتى مواما المفروض أكمل الكتاب أدرسه وأدرس الأسئلة طبعا نهاية كل فصل الأسئلة كلش مهمة وبعدين أركز على ذن المرشحات يعني أنا منين جبت ذن المرشحات من الأسئلات من التمهيدي من الأسئلات ما للسنوات اللي سابقة يعني يا ماما ما كويت حتي أركز بس ذن المرشحات راح أحفظوا واروح للامتحان أخوه كلها سوينا مرشحات وفيما لا أخوه تركنا الكتاب كله وركزنا على المرشحات لا ماما أنا ماشي الخطيطكم برقبتي أنا أريد تركزون يعني تحفظون الكتاب وتحفظون الأسئلة وتركزون على ذن المرشحات اللي هاي المرشحات جبتهم من الأسئلة التمهيدي من السنوات السابقة جمعتهم كلهم وكتبت وتمنى لكم النجاح والموفقية مثل ما قلت لكم بس نرجع على المرشحات بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول أسئلة كتبت وأجوبة واللي السؤال اللي يعني اللي جوابه يعني هواية سوت بس اسم الصفحة فعدي سؤال يقول ما مكونات اللي في البصري وما الغرض من كل مكون عدي اللب العاكس الغطاء الواقي اللب هو عبارة عن زجاج أو مادة لدنة شفافة للضوء رفيع ينتقل الضوء خلاله العاكس هي مادة تحيط باللب الزجاجي تعمل على عكس الضوء إلى مركز اللي في البصري الغطاء الواقي هو غلاف يحيط باللي في البصري والغرض منه حماية الليف من الأضرار والكسر والرطوبة سؤال يقول لماذا تكون الموجات الراديوية الأرضية قصيرة المدى ولا تؤمن الاتصال لمسافات بعيدة جواب هاش يقول بسبب انتشارها بخطوط مستقيمة فلا تصل المسافات بعيدة بسبب تحدب الأرض سؤال يقول ما هي مميزات الموجات الأرضية تنتقل قريبة من سطح الأرض قصيرة المدى بسبب انتشارها بخطوط مستقيمة غير قادرة على تأمين الاتصال لمسافات بعيدة بسبب تحدب الأرض ترددها أقل من 200 هرتس سؤال على ماذا يعتمد الاتصال في الموجات الأرضية طبيعة الهوائي تردد الموجات الناقلة قدرة جهاز الإرسال عرف الهاتف النقال هو من الأجهزة التقنية المؤقدة بسبب تكدس الدوائر الألكترونية وتستعمل في الاتصالات والأغراض العلمية والعسكرية سؤال يقول ما هي استعمالات الأقمار الصناعية وبماذا تتميز كل وحدة منها أقمار صناعية للاتصالات تستخدم لغرض الاتصالات الهاتفية والقنوات التلفازية ونقل المعلومات ثانيا تكون على ارتفاع عالية جدا على سطح الأرض بحدود 63 ألف كيلومتر أقمار صناعية علمية تستخدم لمراقبة الطقس والأنواع الجوية ثالثا أقمار صناعية للأغراض العسكرية تستخدم لمسح وتصوير المواقع العسكرية لغرض التجسس تدور في مدارات خاصة عرف المحولة الكهربائية هي جهاز من أجهزة التيار المتناول تعمل على رفع الفولطية وخفضها وبالتالي خفض التيار رفعه وفق مبدأ الحث المتبادل بين الملفين ممن تتألف المحولة الكهربائية وما هو مبدأ عملها؟ تتألف من قلب من الحديد المطاوع ملف ابتدائي ملف ثانوي يعتمد أمل المحولة الكهربائية على مبدأ الحث المتبادل بين ملفين متجاورين بينهما تواشج مغناطي سيتام يوفره القلب الحديد المغلق علل عند نقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة تنقل بفولطية عالية وتيار واطئ وذلك لتقليل الخسائر التي تحصل بسبب المقاومة الكبيرة لإسلاق النقل حيث تستخدم محولة رافعة للفولطية خفضة للتيار سؤال ما هو ثقب الأوزون؟ مصطلح يدل على انخفاض تركيز الأوزون وانخفاض سيئة في المنطقة المحيطة بالقطب الجنوبي والقطب الشمالي للكرة الأرضية كيف يمكن بث موجات الراديو إلى مسافات بعيدة؟ ويتم ذلك باتجاه طبقة الأيوتوسفير حيث لها القابلية على الموجات الراديوية إلى الأرض لتسمح بذلك وصول البث إلى مسافات بعيدة نقول سؤال ممن تتكون منظومة الاتصالات الحديثة وما وظيفة كل واحد أساسية منها وحدة الإرسال مسؤولة عن تحويل الأشارة من مصدر المعلومات صورة صوت بيانات إلى أشارة كبيرة أو ضوئية قناة الاتصال وسيلة الرابط بين المرسل والمستقبل أن تكون سلكية ولا سلكية وحدة الاستقبال مسؤولة عن استخلاص إشارة المعلومات الواردة بين المرسل عرف جو الأرض أو الغلاف الجوي يعني ثنات جو الأرض هو غلاف الهواء المحيط بالكرة الأرضية أحاطة تامة وسمكه صغير جدا بالمقارنة بقطر الأرض الغلاف الجوي هي عبارة عن طبقة مكونة من خليط من الغازات التي تحيط بالكرة الأرضية مرتبطة بها بفعل الجاذبية الأرضية سؤال يقول ما هو الاحتباس الحراري هو ظاهرة بقاء الحرارة في الجو أكثر من المعدل الطبيعي وعدم تسربها إلى خارج الغلاف الجوي نتيجة امتصاز غاز ثنائي أوكسيد الكاربون عدد طبقات الغلاف الجوي طبعا ذني بالسيراب التروبوسفور، ستروتوسفور، الميزوسفور، ثيروسفور والأكسوسفير ما المقصود بقنوات الاتصال؟ ما المقصود بقنوات الاتصال وما أنواعها؟ هي الوسيلة التي تربط طرفي الاتصال وتكون على نوعين قنوات الاتصال السلكية والقنوات اللاسلكية السلكية مثل زوج من الأسلاك الكهربائية، القابولات المحورية، ألياف البصرية القنوات اللاسلكية، موجات أرضية وموجات سماوية ما الفرق من استخدام القابولات المحورية لنقل الإشارات ذات التردد العالية نسبيا ما الغرض؟ ما الغرض هذا؟ ما الغرض من استخدام القابولات المحورية لنقل الإشارات ذات التردد، الترددات العالية نسبيا ما الغرض من استخدام الألياف البصرية وما هو مبدأ عملها؟ تستخدم في الاتصالات البصرية لنقل الإشارات لمسافات بعيدة وتعمل على مبدأ العكاس الكل الداخلي للضوء داخل الليف الضوءي فتعمل على توجيه الضوء سؤال يقول ما الفرق بين المحولة الكهراء الخافضة والرافعة المحولة الخافضة نقول فيها عدد لفات الثانوي فيها عدد لفات الثانوي أنتو أقل عدد لفات الملف الابتدائي أنوان وتكون الفولطية الخارجية من الملف الثانوي فيتو أقل من الفولطية الداخلة إلى ملف الابتدائي فيوان تكون نسبة التحويل أنتو على أنوان أقل من واحد استعمالات المحولة الخافضة في المحولات القريبة من المنازل في جهاز اللحام الكهربائي في شاحنة الموبايل في جهاز الراديو سؤال يقول عدد مصادر الطاقة الحالية أحفورية مائية نووية ما هي مصادر الطاقة الأحفورية؟ تتكون من عنصري الكاربون والهايدروجين من مصادر الطاقة الغير المتجددة أي تتناقص بشكل مستمر مصدر هذه الطاقة هو الفحم والنفط والغاز الطبيعي لها مشكلات تلوث مرافقة الاستعمالها عدد استعمالات الوقود الأحفوري توليد الطاقة الكهربائية تشغيل وسائط النقل المختلفة يستعمل كوقود مباشر لأغراض الطهي والتسخين لماذا تشيد محطات توليد الطاقة الكهربائية قرب السجود؟ لأنها تعمل على تحويل طاقة الوضع المختزنة في المياه المحفوظة خلف السجود إلى طاقة ميكانيكية حركية سؤال يقول قارن بين خطوط المجال المخناطيسي داخل الملف وخارج الملف من حيث الاتجاه والمقدار هنا عدي داخل الملف وهنا خارج الملف داخل الملف ينبع من القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي هنا ينبع من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خطوط مستقيمة هنا خطوط بيضوية كبيرة المقدار قليلة المقدار قارن بين مولد التيار المستمر ومولد التيار المتناوب هنا المتناوب والمستمر المتناوب يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية هنا يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى نفس الشيء يوصل طرفا ملفه بحلقتين معدلتين منفصلتين يوصل طرف ملف إلى نصف حلقة معدنية معزولتين كهربائيتين عن بعضهما يولي التيار متغير في المقدار والاتجاه يولي التيار متغير في المقدار والاتجاه وثابت بالاتجاه هنا متغير بالاتجاه هنا ثابت بالاتجاه سؤال يقول قارن بين خطوط المجال المغناطيسي حول ساق مغناطيسي وحول ملف ما ينساب به تيار كهربائي هنا خطوط المجال المغناطيسي للساق الممغنط وهنا خطوط المجال المغناطيسي حول ملف مخلزن تكون خطوط مقفلة هنا تكون خطوط مقفلة يعني الثانيات ينبع من القطب الشمالي إلى القطب الجنوب هنا من الشمالي إلى الجنوبي أم نفس الشيء ناشئة من ترتيب الجزيئات الممغنطة باتجاه واحد هنا ناشئة من مرور تيار كهربائي فتستمر داخل الملف يعتمد مقدار على شكل وحجم المغناطيس لا يعتمد مقدار على مقدار التيار المنسا في عدد لفات الملف خطوط دائرية خطوط بيضوية هل يمكن أن يتولد مجال مغناطيسي حول شحنة متحركة مثل ذلك نعم كحركة الألكترونات حول نواة الذرة سؤال يقول أرف المولد الكهربائي ومن من يتألف هو جهاز يستعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بوجود مجال مغناطيسي ويعمل على مبدأ الحث الكهراء مغناطيسية يتركب من ملف من سلك موصل معزول ملفوف حول قلب من الحديد المطاوع حلقتين معدنيتين معزولتين عن بعضهما فرشتان من الكاربون مغناطيس دائمي أو كهربائي على شكل حرف يوم عرف المولد البصير يتركب من الأجهزة من الأجزاء نفسها المولد التيار المتناوب والاختلاف يمكن استعمال نصفي حلقة معدنية معزولتين كهربائيا على بعضهما ومتصلتين بطرفين ملف النواة تسمى المبادل عرف المحرك الكهربائي وعلى ماذا يعتمد وما هي استعمالاته المحرك الكهربائي هو جهاز يتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية بوجود مجال مغناطيسي عكس عمل المولد الكهربائي يعتمد على مبدأ القوى المغناطيسية يستعمل لتشغيل أجهزة كهربائية مثل المكنسة الكهربائية المثقاب الكهربائي المروحة الكهربائية الخلاط الكهربائي سؤال عرف الهاتف هي أحدى وسائل الاتصال السلكية عن بعد والتي تستعمل لإرسال واستقبال الموجات الصوتية بين شخصين أو أكثر عرف المرحل الكهربائي هو عبارة عن مفتاح مغناطيسي يستعمل كأداة للتحكم في إغلاق وفتح دائرة كهربائية ففي السيارة مثلا يعمل خلال التحكم بتشغيل دائرة التيار الكبير اثبت تجربة كيفية توليد تيار كهربائي باستعمال مجال مغناطيسي موجود صفحة 123 عرف الحث الكهربائي مغناطيسية هي ظاهرة توليد فولتية محتثة عبر موصل كهربائي يقع في مجال مغناطيسي متغير أو عن طريق حركة نسبية بين الموصل والمجال المغناطيسي ويحدث فيها تغيير في المجال المغناطيسي سؤال ايش راح تجربة أورستيد كلش مهمة هذي وزارية جاي بالدور الثالث سنة من السنوات موجودة صفحة 113 سؤال ما هي العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي الناشئ خوله سلك مستقيم ينسب فيها تيار كهربائي عوامل موجودة صفحة 116 سؤال على ماذا يعتمد مقدار المجال المغناطيسي الكهربائي أولا نوع مادة القلب عدد لفات الملف لوحدة الطول مقدار التيار الكهربائي المنساف في الملف عرفوا الجرس الكهربائي وممن يتألف هو جهاز للتنبيه مألوف للطالب استثمر المغناطيس الكهربائي من آلية عمل الجرس الكهربائي يتألف مغناطيس كهربائي على شكل حرف يو حافظة من الحديد المطاوع مسمار محوري مطرقة وناقوس معدنيه وإن شاء الله المحاضرة الثانية أصورها في فيديو سيسوت مرشحات اثنين هذه المحاضرة والمحاضرة الثانية وشكرا